اشتركوا في القناة موسيقى 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 بلاكوبس 2 او 3 افريقا ضد بعض يعني تين ديثماتش بس مو فريقين ضد بعض لا 3 وال 4 افريقا كل فريق فيه 4 لعبين كلهم ضد بعض فيه جيم مود 2v2 شخصي 2 ضد 2 حلو للتحديات فيه جيم مود 10 ضد 10 وفيه جيم مود 20 ضد 20 20 ضد 20 هات شبيه بالباتل رويل فيه متورات فينك تركب عليها لما اططخ واحد بعيد عنك طلقات فيها برويكتايل وانه لما اططخ على واحد جدا بعيد عنك لازم تطخ على يمينة شوي او فوقها كينا قاعد تلعب باتل فيلد او تلعب لعبة طب جي او فورتنايت يعني لو واحد قريب عنك تطخ عليه على طول لو بعيد عنك لازم تطخ على يمينة او يسارة حسب ان هو قاعد يتمشى فهالاشياء حلوة وفيه جيم مود اسمه ريليستيك مود ريليستيك مود هاد من اسمه جيم مود حقيقي تفوت على الجيم ما عندك هد يعني ما فيه ليطلع لك شو البركات اللي عندك شو الكم قاموا عندك يعني لا الشاشه فاضيه ما فيها غير انك ماسك سلاحك وقاعد تمشي وفي بعض المابات ليليه 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 يعني في بعض الاماكن ما فينك تشوف فيها ابدا الا لتحط النيت النيت فيجن او اللي هي الناد نظارات ليتخليك تشوف بالعتمة لتخلي شاشة كلها لون ها اخضر هاي فعليا نظارات تخليك تشوف بالعتمة مو نفس اللي كانت موجودة بموضر على الجيم سيش كان فقط منظر لا وهون تحطها وفعليا تشوف بالعتمة بشكل كامل ومن كتر ما هي واقعية لما تحطها للنظارات ما يمديك تأيّن بسلاحك لأنه بالحقيقة لو لابسها النظارات ما يمديك تأيّن بسلاحك سلاحك رح يخبط بالنظارات فرح تأيّن بشكل شوي غريب هيك بالمرتبة الرابعة شخصيات واللوداوت أول شي الشخصيات بهاللعبة فقط شكل مو نفس بلاكوبس فور أو العاب اللي قبل أنه سبيشالست وكل شخصية إلى خاصية لا هون الشخصيات فقط شكل لكل فريق من الأفريق أظن فيه فريقين كل فريق له شكل أربع شخصيات ففيناك هالأربع شخصيات تعدل أوعيهم الشكل تبعهم وهالأشياء كلها أظن تطلعها من باكيجات أو تشتريها أو فيناك تطلعها عن طريق أنك تلفل فالمهم الشي الحلو أنه فقط كوزماتيك يعني ما فيه شي يزيد قوتك أو شي عنده خاصية معينة نفس بلاكوبس فور لا نفس كولوف ديوتي اللي متعودين عليها فقط تعدل بشكل الشخصية هاد أول شي بعدين اللو داوت لما تضبط كلاس السلاح جدا نفس كولوف ديوتي قبل نفس مودر وورفر 2 و 3 ما فيه اللي هو نظام العشر نقاط لا تختار السلاح الأول سلاح الثاني ثلاث بركات قنبلة وفلاش إجباري لاتم تحطك هالأشياء ما فينك تخلي مثلا أني ما تبيي البرك التاني وما تبيي قنبلة ما فينك لا إجباري نفس مودر وورفر 2 ومودر وورفر 3 والشي الحلو أنه عند السلاح في قسم اسمه قنثميث اضغط عليه وراح يحول لك على صفحة تانية تعدل فيها سلاحك بشكل كامل فينك تحط خمسة أتاتشمنت على السلاح والأتاتشمنت ما رح تاخد نقاط أو ما لها علاقة بالكلاسات يعني مو والله يمديك تحط أربع أتاتشمنت بس تشيل بركين أو يمديك تحط خمسة أتاتشمنت بس تحط برك واحد لا ما لهم أي علاقة القنثميث شي لحالة فينك تحط على سلاحك خمسة أتاتشمنت وكل سلاح فيه بين ثلاثين إلى ستين أتاتشمنت والأتاتشمنت في بعض الأتاتشمنت معينة لبعض الأسلحة تغير سلاح بشكل كامل وتغير طريقة استعمالك للسلاح مثلا عندك سلاح الـ AK-47 فينك تشيل الخشبة فيه اللي ورا فيتحول لسلاح الـ AK-47U لصغير في بعض الأتاتشمنت تغير سلاح بشكل كامل يعني قالوا أنه شخصيتك بـ Call of Duty Modern Warfare هي سلاحك أنه قبل كيف عندك شخصية وحركات إليها ولأ هون شخصيتك هي سلاحك تعدل سلاحك على راحتك ومثل تلكم 30 إلى 60 أتاتشمنت لكل سلاح شي خرافي بالمرتبة الثالثة خلنا نتكلم عن كل السريك والبركات فخلنا نبدأ بشكل جدا سريع لأن عدادهم جدا كبير لما تتبح ثلاثة رح يجيك كل السريك اسمه رادار اللي هو مثل طيارة صغيرة رح تطير حواليك وتفتح لك الخريطة بس إلك يعني مثل UAV بس فقط للعب اللي يناديه لما تتبح أربعة رح يجيك كاونتر UAV أو UAV الـ UAV جدا مهم لأنه رح يفتح لك الخريطة أو الميني ماب إذا ما بتعرفوا Modern Warfare ما فيها ميني ماب أو خريطة مصغرة لما حدي تطخك من بعيد فينك تشوف وين اتجاهها نفس PUBG أو Fortnite اللي هو عندك بوصلة فوق بس ميني ماب ما في لما تنادي UAV رح يجيك الميني ماب أو لما تتبح أربعة فينك تختار الكير باكتش أوكي بعدين لما تتبح خمسة فينك تختار شيء اسمه Cluster Strike اللي هو بكل بساطة متعودين عليه بCall of Duty اللي هو تحدد ثلاث أماكن بالخريطة تجي طيارات وتقصف هالثلاث أماكن أو فينك تختار صاروخ تتحكم فيه بالريموت تنزل فيه على مكان معين وتضربه رح يكون دقيق أكتر أو فينك تختار اللي هو تختار مكان واحد تجي طيارة وتقصف هالمكان بشكل جدا قوي يعني الأول كالستريك كان ثلاث أماكن يجي عليها قصف خفيف بينما هذا مكان واحد عليه قصف مشدد لو مثلا Objective أو علم ما تريد الفريق الثاني ياخده تخطى القصف على هذا المكان أوكي على ست قتلات ما فيه أي شيء على سبع قتلات فيه خيارين خيار الأول اللي هو مثل دبابة صغيرة أظن فيه موجود منها ببلاك روز 4 دبابة صغيرة رح تتحكم لحالها أوتوماتيكيا وتكتب الفريق الثاني أو فينك تختار دبابة كبيرة تجي وتركب على ظهرها ويكون فوقها فيه مثل رشاش تتحكم فيه وتمشي بالدبابة شيء جدا خرافي بس الكلستريك هات ما فينك تستعمله على كل المابات هنا في بعض المابات صغيرة بينما الدبابة الصغيرة موجودة بكل المابات أوكي لما تتبح 8 فيه شيء اسمه Emergency Air Drop اللي هو تجي طيارة ترميلك 3 Care Package نفس اللي كان موجود عنا ب Modern Warfare 2 شيء جدا خرافي صراحة وفيه شيء تاني اسمه VTOL Shot حسب ما فهمت اللي هو نفس طيارة الهيرير من Modern Warfare 2 اللي هو تجي طيارة تقصف مكان معين بعدين الطيارة تضل فوقك وتقتل اي واحد حواليك فشيء حلو لما تتبح 9 ما فيه اي شيء لما تتبح 10 عندك ال Chopper Gunner طيارة فيها رشاش تتحكم فيها انت والناس قالوا جدا قوية نفس اللي كانت موجودة ب Modern Warfare 2 وفيه شيء اسمه Smoke Burn هاد الشيء متل تحدد اماكن معينة على الخليطة تجي طيارة وترمي عليها دخان وهالدخان مجرد ما يقرب عليه اي واحد راح يحترق فحسب ما قالوا انه يضل لدقيقة لدقيقتين يعني فينك تسكر اماكن بالخريطة طيب هالمكان ما حد من العدو يقرب عليه تحط عليها الكل سريك يكون فيه حاجز دخان مجرد ما يقرب الفريق الثاني راح يحترق ويموت فالشكل خرافي وبس قالوا انه هاد الشيء قاعد يسبب مشاكل لانه بعض الناس حيب يرموه على سبون الفريق الثاني فالفريق الثاني مجرد ما يعيش قاعد يموت على طول فاضلا راح يعادلوها قبل ما تنزل لعبة لما تتبح 11 واحد راح تجيك طيارة البايفلو او هولوكوبتر البايفلو اللي يلعب مودل روفير 2 و مودل روفير 3 تعرف شو البايفلو اللي هو هولوكوبتر راح تقتل فريق الثاني بس راح تقتلهم راح تمسح فيهم الارض يعني جدا 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 قوية اوكي بعدين لما تتبح 12 واحد راح يجيك الـ AC 130 طيارة اللي تقصف تتحكم انت فيها من مودل روفير 2 و مودل روفير 3 او فينك تختار شغلة اسمها Advanced UAV نفس البلاك بيرد اللي موجود ببلاكوبتر اللي هو تشوف حركات فريق الثاني بالتفصيل عالخريطة وين قاعدين يتمشوا واخر شي لما تتبح 15 واحد عندك الجاقرنات اللي هو البدلة الجاقرنات اللي تحميك ما احد فينه يتبحك الا لما يرشوا فيك راش وشي الحلو لما تكون بالجاقرنات راح تسمع موسيقى روك وانت قاعد تقتل فريق الثاني شي حلو وفيه عندنا لنيوك بس لنيوك مو من الكل سريك اظن شي نفس مودل روفير 3 شي مخفي لما تتبح 25 واحد او 30 راح يطلع لك اوكي خلنا نروح على البركات قائمة البركات الاولى عندنا بيرك اسمه دبل تايم هاد راح يعطيك انك راح تمشي بشكل اسرع وفينك تطلق وانت قاعد تمشي اللعبة فيها فينك تمشي بدون ما توقف ابدا بدون ولا بيرك بس مع هالبرك راح تمشي اسرع وتطلق وانت قاعد تمشي بادين عندنا بيرك اسمه اي او دي هاد البرك راح خليك ما تاخد اي اكسلوسف دمج اي خنابل تجي عليك او كلايمور او الغام راح يكون عندك يعني نفس الفلاك جاكت راح يكون عندك حماية منها بادين عندنا بيرك السكيفنجر اظن ما في داعي اشرحه خليك تاخد امو من الارض واشياء بعدين في بيرك اسمه اتراكر هذا البرك بيخليك تشوف خطوات الاعداء على الارض وبيخليك كمان تعمل سلايد وكراوتش بشكل اسرع فشي حلو وعننا بيرك الاخير اسمه تونه هذا البرك بيعبيلك الفيلد ابغريد بشكل اسرع الفيلد ابغريد ما فيم شو هما بالضبط اظن هما اشياء اه يعني اشياء مع الكلاس يعني الكلاس تحط سلاحك تحط سلاح الثاني لقم بلا البركات وفي شي اسمه اللي هو نفس مدرورفر تولي هو مثلا لما تموت لما تعيش بعد ما تموت يجيك عشر ثواني حماية ما تموت او شبنا الكلام فهذا البرك تونه رح يجيب لك الفيلد ابغريد بشكل اسرع اوكي رو على قائمة البركات التانية اول شي عنا بيرك هاردلاين يخلي لك الكل سريك اقل بواحد يعني الـ بدل ما تتبح اربعة تتبح ثلاثة وتجيك بعدين عندك عندنا بيرك الـ الـ بيخليك غير مكشوف على الـ او اي التاتشمنت يخلي انه الفريق التاني يشوف الاعداء رح تكون مخفي منه بعدين عندنا بيرك اسمه هذا رح يحول لك الكل سريك الى سكور سريك نفس Black Ops 4 و Black Ops 2 اذا ما تعود على سكور سريك تحب تاخد اعلام وتاخد نقاط عليها وبدون ما تقتل من هيك تحط هذا البرك ومجرد ما تاخد اوبجكتف او تاخد اي سكور رح ينحسب لك ككل بعدين عندك بيرك اسمه رح خليك تمسك سلاحين رئيسيين اظن معروف بعدين في بيرك اسمه يستوك رح يعبيلك القنابل والفلاشات كل 30 ثانية لو عندك البرك و لا تقن بله بعد 30 ثانية رح يتعب عندك البرك مرة التانية اوكي رح لك القائمة البركات الاخيرة التالتة عندك بيرك اسمه أنت هذا البرك رح يخلي اول شي انك تغير بين الاسلحة بشكل اسرع وتعمل ريلوود لله بشكل اسرع مادري ليش بس لله المهم ريلوود لله بشكل اسرع بعدين في عنا بيرك اسمه نايل هاردن هذا نفس التكتكال ماسك اللي كان موجود عنا قبل يخلي الفلاشات والدخان وكذا ما يأثر عليك بعدين عنا بيرك كولد بلودد كولد بلودد أظن نفس مدرفر 2 نفس الاسم حتى يخلي الطيارات ما تشوفك أو إذا الفريق الثاني جاب أي شيء دبابة AI تكون مخفي عنها فلو يعني تحمي حالك من الكريستريك بعدين في بيرك اسمه هيوج أليرت هذا البرك جدا حلو الصراحة إذا واحد قاعد يطلع عليك من الفريق الثاني وإنت ما تدري ينبهك في واحد قاعد يطلع عليك يوديك ورجيك أنه على اليمين في واحد قاعد يطلع عليك وراك في واحد قاعد يطلع عليك فهو حلو هذا لسيرش عن دستروي غيرها بعدين في بيرك اسمه تشارج نيل على ما أظن اللي هو يعطيك قنبلة زيادة على القنابل والقنبلة هي تكون قوية ولما ترميها على حد من فريق الأعداء ويتأثر فيها وما يموت ما يمدي عبي هلثة فأظن مفيدة للسيرش عن دستروي مو للجيم ودات تانية واخر شي عنا بيرك اسمه سبوتر اللي هو نفس الهاكر اللي خليك تشوف الألغام والأشياء من ورا الحيط أو القنابل ولو أيامت على أي لغم وضغط مربع فريقك كله رح يشوف أنه في لغم ورا الحيط مو بس أنت بالمرتب التانية بعد ما خلصنا من البركات وكل سريك خلنا نتكلم عن التفاصيل الصغيرة باللعبة اللي رح تغير اللعبة أول شي عندك الليننج أو الميلان اللي هو تروح على حيط معين تأيم تطلع سلاحك بس ممكن جسمك عشان ما تموت فينك تفاصيل صغيرة مثلا فينك تحط سي فور على الطيارة على الريموت والطيارة هي تطير فيها على مكان معين وتفجر السي فور شي خرافي شوف جيم بلايات ناس عبي يسوها أسلحتك فيها من كتر الواقعية لما تطخ على مكان معين أو تطخ عشرين طلقة ورا بعض رح تلاقي سلاحك قاعد يطلع دخان نفس الحقيقة هذا الشي ما شفناه بتاريخ Call of Duty أبدا وأكتر شي تكلموا عنه الأبواب بالمالتيبلاير تكلموا كتير عن الأبواب أنه الأبواب فيه أبواب فينك تفتحها وتسكرها ما كان شيء موجود أبدا بتاريخ Call of Duty بس الأبواب فينك تعمل فيها كتير أشياء مثلا فيه باب معين فينك تفتحه شوي يعني تفتح الباب نص الباب وترمي قنبلة وترجع تسكر الباب لو فيه أي واحد جوا فينك تحبس عليه الباب وترمي عليه قنبلة قنبلة دخان تخنقة أو شيء معين فيه أبواب فينك تفتحها وتكسرها تروح على الباب وتضل ضغط مربع يكسر الباب ويهجم فينك تحب قنابل وتفجر الباب فإنه المالتيبلاير فيه تفاصيل جدا صغيرة أظن واضح إنه اشتغلوا على اللعبة بشكل جدا كبير لأنه لما تشوفوا اللعبة فيها هالتفاصيل بتعرفوا إنه أخدوا راحتهم باللعبة ما استعجلوا فيها نفس Black Ops 4 اللي ما فيها أي شيء من هالتفاصيل بالمرتبة الأولى خلنا نتكلم عن البيتا البيتا للناس اللي عملوا pre-order أول شي على البلاي ستشن 4 رح تجي لهم البيتا بتاريخ 12-9 12-13-9 فقط الناس اللي عملوا pre-order بعدين 14-16-9 يعني بعدها بيومين ما في دعي تعمل pre-order صراحة بعدها بيومين للناس للكل ببلاش حتى اللي ما عمل pre-order على البلاي ستشن 4 بعدين الأكس بوكس بعدها بأسبوع تاريخ 19-29 لما تنفتح عند الأكس بوكس والبي سي رح تفتح كمان عن البلاي ستشن مرة تانية فالأكس بوكس والبي سي تاريخ 19-29 للناس اللي عملوا pre-order بعدين بعدها على طول 21-23-9 لجميع الناس ببلاش والحلو أنه البيتا فيها كروس بلاتفورم يعني لو خويك يلعب أكس بوكس أو البي سي وأنت عندك بلاي ستشن أو العكس فيكم تلعبوا مع بعض بالبيتا فالشي جدا جدا رهيب واللعبة كمان وغير هيك اللعبة ما فيها سيزون باس يعني ما فيه أي مابات تدفع عليها فلوس وتشتريها الكل رح يجي للجميع ببلاش بس في حصرية للبلاي ستشن رح تجي قبل الأكس بوكس والبي سي بأسبوع بس أكيد اللعبة فيها أشياء تشتريها جوالتها سواء باكيجات أو سكينات واضح الشي من الآن أنه ما في سيزون باس أكيد أنه يطلعوا فلوس طريقة تانية بس أتمنى ما يكون فيه أسلحة نفس بلاي كوبس 4 وآخر شي نسخة خاصة للعبة دارك اديشن يجي معها نظارات الرؤية الليلية حقيقية يعني لو اشتريت نسخة خاصة ولبست نظارات الرؤية الليلية تشتغل تروح على أي مكان عثمة تشغلها وتشوف يعني شي جداً قرافي نفس اللي باللعبة نفسه بالضبط موجود بالحقيقة بأي شباب هل في ده اليوم أتمنى أكون أعجبكم أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك وشتكونوا بالطالقات شو أكتر شي عجبكم وهل متحمسين للعبة أو لا وبس كان معكم شركيا لشركة كيش كم بديها الثاني إن شاء الله مع السلام